طب أنا عايزة أسألك سؤال يمكن الناس كتير إحنا من جوه المجال فيمكن عارفين مزارع إلى حد ما بس الجمهور ما يعرفش مزارع فإيه بقى الخدمات اللي مزارع بتقدمها للمزارع الصغيرة والفلاح الصغير وكل الحاجات دي إيه بتقدموا لهم إحنا بدأنا بمشكلة عند الفلاح أو المزارع وطلب عند المصانع والمصدرين ووصلناهم ببعض إيه بقى كانت المشكلة؟ حاولنا المشكلة لفرصة أكبر مشكلة كانت عند الفلاحين لما عملنا استقصاء على مستوى كذا محافظة لقينا 14 مشكلة أكبرهم بلا منازع كانت تسويق المنتجات والدراسة دي تعاملت من حوالي خمس سنين قبل ما الناس كلها تبقى داتي بتتكلم على الزراعة وعى التصدير يعني 2019-2018 بالضبط لقينا أن المزارعين كلهم بيشتكوا أن ما فيش مش عارفين يزرعوا إيه الموسم اللي بعده أو اللي جاي ويبعول مين ويبعول بكام الفلاح هو أكبر في هذه البلد أو أكبر رائد أعمال وكتر راحته أخذ ريسك أو مجاسفة ليه؟ لأنه بيخش زي ما بيقولوا على الله الزراعة الله أعلم الجو هيعمل إيه؟ بالضبط الدنيا هتمشي إزاي؟ المحصول هيتباع مش هيتباع؟ الجو الأفات وأهم حاجة سعر المحصول طيب أنتو قفلتوا جوالات تمويل بما يوازي 3 مليون دولار ما شاء الله قفلتوهم على مرحلة واحدة ولا على أكتر من مرحلة؟ الثلاثة مليون دولار كانوا بري سيد أن سيد فاندين دول من حوالي سنتين وقفلناهم على مرحلتين طيب أنا عايز أسألك سؤال بعد ما أنتو طلعتو أكيد بقى فيه منافسة داخل قطاع الأجريتك لأن القطاع يمكن زي ما أنت بتقول ما كانش معروف بس دروقتي الناس خدت بالها منه وخدت بالها من أن القطاع ده فيه فرص كتيرة بتعملوا إيه بقى في ظل المنافسة الجديدة اللي بقت موجودة داخل القطاع؟ مصر فيها أكتر من 3 أو 4 مليون فلاح إحنا يعني مع أن إحنا الأكبر في مصر إحنا حجمنا لا يستوعب نصف المية من حجم السوق حاليا إحنا مش قادرين نخدم عدد أكبر من كده وحجم التجارة بتاعة المحاصيل والتصنيع الزراعي كبير لدرجة أن ولا عشرة زي مزارع هيقدروا يكفوه فإجابة لسؤال حضرتك مصر محتاجة أكتكس أكتر محتاجة أجري فينتكس أكتر محتاجة شركات تخدم لوجيستيكس محتاجة شركات تصدير طبعا أحب هو سمعين في فرصة داخل القطاع الزراعي في مصر لشركات اللي ستارتاب كلها ياريت نقوم بقى ونتحرك وما نفضلش قاعدين أنا بنصح أي حد أنه يشوف هو الخبرات اللي تركمت عنده إيه ويستغلها ما حدش يبدأ يعمل حاجة ما عملهاش قبل كده ده مش وقت أنك تجرب أنك تجرب ممكن تستغل علاقاتك تستغل النوهاو اللي عندك زي ما أنت قلت قبل كده هو دي أزمة والفرص بتتولد جوه الأزمات فهم الناس لازم تستغلها بس تستغلها في حاجة الأزمة تساعدها يعني الأزمة تزقها أكتر مصبوط طبعا اللي معروف حاليا يعني أنا بقول له حاليك حاجة الفلاحين كانوا حظوه مش كويس لعشرات السنين آخر سنتين كانوا سنين حلوة للفلاحين والمزارعين ما شاء الله ربنا يكتر السنين أنا حلوة لقطع الزراعة مصر ففيه فرص كتير داخل القطع